أعلنت الاتحادية الجزارية لكرة القدم أن المدرب بلودوفيك باتيلي هو من سيشرفه على المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني أياما قليلة فقط بعد إعلان الفاف أن النخب الوطني جمال بالماضي استدعى 22 لاعبا لهذا المعسكر من خلال هذه الخطوة يبدو فإن شروط جمال بالماضي للبقاء في منصبه لم تقتصر فقط مغادرة منجار الخضر حكيم مدان بل يصر كذلك بطل إفريقيا على مغادرة عدة أسماء أثرت على سيرورة عمله على مستوى المنتخبي الأول